كان أيضا ثقيلا أمال بالمعادلات التي سترس عليها جبهة جنوب لبنان بعد استهداف المدنيين منذ قليل تم إطلاق رشقة صاروخية ثانية من القطاع الشرقي في لبنان باتجاه مستوطنة كريات شمونة سبق هذه الرشقة رشقة أولى أعلن عنها حزب الله وقال بوضوح أنها تأتي ردا على الاعتداء وقصف سيارة المدنيين في عيناتها التي راح ضحيتها ثلاثة شهداء أطفال وأيضا جدتهم إضافة إلى إصابة والدتهم وشقيق جدتهم وضع حزب الله هذا الرد في إطار الرد الحازم والقوي على استهداف المدنيين بالأصل الألمين العام لحزب الله حسن نصر الله قبل أيام كان قد حذر من استهداف المدنيين وهدد أو لوح باستعمال معادلة مدني مقابل مدني آخر اللافت أن الرشقة الأولى على الأقل بما أن الرشقة الثانية لم يعلن بعد عنها حزب الله أعلن أنها تمت بصواريخ جرات كاتيوشا وهي المرة الأولى التي تستعمل فيها هذه الصواريخ بعد استعمال يوم أمس بحسب الأعلام المحسوب على حزب الله لصواريخ بركان اليوم هناك استعمال لصواريخ جرات صواريخ ثقيلة للمرة الثانية تستعمل بعد صواريخ بركان وبالتالي هذا نقل نوعية على صعيد الأسلحة المستخدمة في هذه الجبهة اللافت أن الرشقة الصاروخية الأولى التي أطلقت من القطاع الشرقي لم يرد عليها الطيران الحربي أو الجيش الإسرائيلي وبالتالي هناك جملة من الأسئلة الآن تطرح في جنوب لبنان أولا إن كان الجيش الإسرائيلي سيرد على هذه الرشقات وثانيا إن كان حزب الله سيكتفي بهذا الرد بمعنى الرشقة الأولى أو أنه سيكون هناك عمليات جديدة وإضافية الردا على الجريمة التي ارتكبت بحسب بيان حزب الله عموما بانتظار تطور